اشتركوا في القناة 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 ديما 900 مليون ونصف بإذن الله بيكي نلقوا حنا علوش كبير بزوز مليون ونصف أو بتلاثة مليون هل يعتبر بركوس؟ لأ علوش فما أريد طيب شو نفهمك اللي يوصله هو في العمور رذاكر مثال علوش يبدو عمره عام ولا تسعة شهور بش يوصل الكاليتية ذيكا والكاليبرا ذيكا رو صارف عليه برشا مولاه رو العلوش عادية كلك في النهار ثمانية لاف تسعة لاف فرنك ويبدو هو رابطه سبعة شهور وثمانية شهور في امتهى ولا معناها ينجم يرجع حقه وينجم لا ينجم ساعات علوش يرجع في حقه علوش يصور فيه وعلوش يخسر فيه خاطر هي ما تدريش عليه كيما صغير توكله يسمن وصغير توكله نفس الماكلة ما يسمنش معناها الحكاية ذيكا على ربي مو شول بش يحكم فيه معناها كي نلقوا علوش كبيرة كيكا بالسومة ذيكا ما نقولوش ليه هذا اكيد رهم شحم رهم بركوس خاطر الكاليتي متاع الميزان الخشين متاع 30 كيلو الخمسة وعشرين كيلو يبدو اذكر عادي الحمي جيباه اما العلوش رو لفات الخمسة وعشرين كيلو وطوماتيك مو راكي بش تلقيهم شحميس ثلاثين كيلو الزملان ونص معناها خمسة وثلاثين كيلو رو بش تلقيهم شحم رو انا الراها حكاية زايدة البشي نحييش حميات اعتباري طايش فيه المشكلة زادة في المواطنة اليومك يخزر العلوش والعالفة اللي ماكلها لا ما اخذرلي انا ناخذ علوش في المتناول ناخذه ميزان مثال 18 كيلو وعشرين كيلو اذكرك يبدأ في الميزان اذاك مهما كان عالف حتى يبداش ماكل الخب الصافي رو يجي لحموا به اما اذا كان نسموه نحنا عبر في المعناها في الخشن بتاعه اذا كان وصل الخشن اذاك رو بش يشحم بالسيف هك فات الخمسة وعشرين كيلو رو بش وليش حم صافي نخلي لك الكلمة والله حاجة بركة هي بالنسبة لتونس رو مش حكاية هوقي سعيد الحم غالي ولا ها ويا فما حاجتين ينجم ينقذ باهم البلاد كيمة تزاير طاوية جابوا الحم البر ينجم يجي بالحم لعلالش وعملها كالعام علوش ليبيا وعلوش اسبانيا رخص بين الحم وصله ب16 نلف وإلا يشوفوا حل في العلاف باش الفلاحي ولي نجم يوصل المنتوج متاعه بصوم معقوم هتروك بش يعطيهم العلاف بش يرقبه قداش يبيع وضوك منصوص الحلول الموحدين الموجودين معانا حتى خلاح شكرا